الاهل يبحث بإذن الله تعالى عن أنه يكمل الداستا السوبر عنده قائمة الـ 27 لعب اللي مستر بيتسو موسمان يسافر بيها فيها محمد الشناوي وعالو لطف ومصطفى الشبير وحمزة علاء كمان محمود وحيد وأكرم توفيق ورمي ربيع وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بنون وآيمن أشرف وكريم فؤاد وإحسين الشحات وآلو ديانج وعمر السلية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتح وقفشة ومحمد هاني وعمر حمدي والطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس مكسيوني ده الـ 27 لعب اللي سافر بيهم الأهل بشمانت أستاذ أبراهيم تعليقا على هذه المباراة ما أخترها من مباراة ما أخترها من مباراة دائما مباريات أو بطولات المباراة الوحيدة محفوفة بالمخاطر أنت ممكن تبقى جاهز وأكثر جهزية لكن هذه المرة خطورة هذه المباراة أنها تأتي في غموض أيوة أولا بداية موسم ما تقدرش تقول أن أنت في أحسن حالتك من ناحية الاستعداد نظرا لأنك راجع من 10-12 يوم أو حاجة زي كده نفس الشيء بالنسبة للفريق اللي قدامك اللي غير كثيرا من اللي عبته فهذا غامض هيبقى منافس غامض ولكن عنيد وتذكر أنت في 2008 ربنا ما يعيد هذه المباراة والأهل راجع من كاس العالم للأندية صحية وفريق مرعب الجيل المرعب وخسرنا من حرس الحدود في الأسكندرية نرجو أن التركيز والاهتمام واحترام المنافس من اللعيبة قبل الجهاز الفني لأن في الآخر هتبقى لعيبة جوة الملعب مقدرش أقول أن الجهاز الفني بجهازية هذا الفريق لحي يحفظ كتير إنما فيه خبرات في الملعب المفروض أنها تساعد على أنها تستوعب المطلوب منها نتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى عشان نبتدي الموسم يعني بقر يحي إن شاء الله الأهل يشارك على مباراة السوبر قبل كده 14 مرة وفق بحمد الله في الفوز باللقب 11 مرة وزي ما قلتلكم بيدور على أنه يقفل الداستة السوبر بإذن الله تعالى 11 مرة قبل كده كان فيهم 5 مرات فوز على الزمالك وفيهم مرتين خسارة من الزمالك يعني الثلاث مرات اللي الأهل يخسر فيهم فرصة إحراز لقب السوبر كان مرة مع حرس الحدود في 2008-2009 لما خسر من حرس الحدود 2-0 وخسر مرتين من الزمالك كانوا بركلات الترجيع لكن في المقابل فاز على الزمالك 5 مرات يعني حسب لقاءات القمة السوبر الأهل يكسب الزمالك 5 مرات من المرات 11 اللي خد فيهم اللقب وخسر مرتين من الزمالك ومرة من حرس الحدود وبدولة 3 محاولات الفاشلة للأهل وكانوا كلهم المرتين بتوع الزمالك بركلات الترجيع الأهل يسعى لحرس الحدود حرس الحدود بركلات الترجيع أيضا الزمالك بركلات الترجيح موسم 2015-2016 و2018-2019 المباراة بيديرها تقلم حكام جزائري بقيادة الدولة مصطفى غربال وحكم الفيديو مهدي عبيد والمباراة الساعة 7 في استاد الجيش بإذن الله تعالى